هل الإسلام يريد العدل أم المساواة؟ العدل مطلب الدين والمساواة ظلم شوف كيف المساواة لا يطلبها الإسلام إلا إذا أدت للعدالة وفي كثير من الأحيان تكون المساواة ظلم هذا الموجز وإليكم التفاصيل نسمع العدل معناه أن تعطي لكل ذي حق حقه كل واحد تعطي ما يتناسب معه هذا العدالة العدالة أنه مصروف ابني اللي في الجامعة يختلف عن مصروف ابني اللي بصف أول العدالة معناها أنه يكون فيه عندي واحد مسؤول ويكون فيه عندي واحد موظف هذا اسم عدالة تعطي لكل واحد منزلته التي يستطيع من خلاله أنه يخدم مجتمعه أما المساواة تعطي الناس كلهم زي بعض أنا أستاذ في جامعة المساواة أعطي لكل الطلاب تسعين أي مساواة والعدالة أبو التسعين ياخد تسعين وأبو الخمسين خمسين واللي راسب راسب هذه اسم عدالة العدالة أن تعطي كل إنسان من الواجبات بما يتناسب مع مقدرته ولذلك أكبر غلط أكبر غلط لخواتنا مش عشاني أنا مع الرجال لا 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 أكبر خطأ وقعت فيه النساء عندما طالبنا بالمساواة مع الرجل لا إن تطالبوا في العدالة على عين وعراسي لكن المساواة قد تكون ظلم أنا عندي ولد وعندي بنت المساواة لبسهم 2 فسطين هاي مساواة والعدالة البنت إلى فسطان والولد إلى بنطران وقميص فالناس ماكلين مخ في موضوع المساواة لا المساواة قد تكون ظلم المساواة قد تكون ظلما ولذلك الدين ما تكلم في شيء من المساواة الدين تكلم في العدالة فإن كانت العدالة فيها مساواة يعني المساواة بتوصل للعدالة إحنا مع المساواة لكن أحيانا المساواة تؤدي للظلم فالإسلام لا يبحث عنها فإذن المساواة في الإسلام مطلوبة اذا كانت توصل الى العدالة فاحنا الخط النهائي اللي رايحين له العدل ما هي طريقة العدل انك تفضل الرجل احيانا بيكون من العدل انك تفضل المرأة احيانا بيكون من العدل انك تساوي بينهما احيانا بيكون من العدل فاحنا عيننا على العدالة مش عيننا على المساواة